أصدرت 115 منظمة دولية معنية بتعزيز الدموقراطية وحق الإنسان بالعالم بياناً دولياً عبرت فيه عن تقديرها للمسيرة الدموقراطية الراسخة في مملكة البحرين وثمنت المنظمات الدولية في بيانها ما تحظى به المسيرة البحرينية من رعاية ملكية سامية وضعت البحرين في صدارة دول المنطقة بتدشين الحياة البرلمانية والمشاركة الشعبية الشاملة مؤكدة على أن هذه المسيرة تعمقت وتجدرت في بعدها النموذجي الرشيد وذلك بما تحظى به من رعاية وعناية ملكية للمشروع الإصلاحي الذي قاده بشراكة وتكاملية جلالة الملك المعظم والالتفاف الشعبي الواسع للشعب البحريني الذي حرص على دعمه بنسبة تصويت تجاوز 98% خلال الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني والذي كرس وأكد الالتزام بالنهج الديمقراطي والمشاركة الشعبية وإقامة دولة المؤسسات والقانون في مملكة البحرين وثمنت المنظمات الدولية التي تستحوذ غالبيتها على المركز الاستشاري من الأمم المتحدة حرص جلالة ملك المملكة البحرين المعظم على تعزيز المشاركة الشعبية في إدارة الدولة